نفتح معاً صفحة رقم 27 وفي مطلعها أمامكم على الشاشة الآن نموذجاً لإحدى المذكرات اليومية فهيا بنا نقرأ النموذج ونجب عن الأسئلة مذكراتي العزيزة اليوم كان يوماً مميزاً أعاد لي شريط ذكريات الطفولة فقد قابلت صديقاً قديماً اسمه خالد وقد كانت مقابلة بمحض المصادفة حيث كنت أشتري كتاباً جديداً من المكتبة الموجودة بجوار مدرسة القديمة لقد تغيرت ملامحه قليلاً عن آخر لقاء بيننا لدرجة أنني لم أعرفه في البداية بسهولة وهو أيضاً ونظرنا إلى بعضنا وبدأنا في السؤال أولاً هل أنت خالد؟ وسأل هو الآخر هل أنت محمد؟ ثم بدأنا في تبادل أطراف الحديث ودعاني لنشرب عصيراً معاً بجانب المكتبة وهناك بدأنا في الحديث عن مدرسته الجديدة وعن الاختلاف بينها وبين مدرستنا القديمة وتحدثنا عن ذكرياتنا القديمة في المدرسة وعن المدرسين وأفضل الحصص التي كنا نفضلها وعن مكان بيته الجديد والأشياء التي يفتقدها في بيته القديم وظللنا نتحدث لمدة أربع ساعات ولم نشعر بالوقت وفي نهاية اللقاء تبادلنا أرقام الهواتف الجديدة وتعهدنا بالتحدث واللقاء باستمرار خصوصاً أننا نحب الهواية نفسها وهي قراءة القصص البوليسية إذن هذا نموذج لمذكرات يومية وبعد قراءة النموذج جيداً ننظر جمعاً إلى الأسئلة الموجودة في النشاط واحد واحد موضوع هذه المذكرات هدف أراد الكاتب تحقيقه أم أحداث حياة الكاتب اليومية أم مقولات ملهمة أعجبت الكاتب أي هو هدف يريد الكاتب إيصاله لنا أم هي أحداث تحدث الكاتب في هذا اليوم أم مقولات ملهمة أعجبت الكاتب أحسنتم يا شباب هي أحداث حياة الكاتب اليومية باء دون كاتب المذكرات الحدث وسجله بالتاريخ نلاحظ معاً أن الكاتب دونه بتاريخ الثاني والعشرين من مايو إذا أتنين وعشرين خمسة واليوم هو يوم أحسنتم الأربعاء والساعة هي التاسعة والنص جيم أوضح الكاتب مكان وقوع الحدث وهو نعود إلى النموذج ونرى أن الكاتب كان يشتري كتباً جديدة من المكتبة إذن موقع الحدث هو المكتبة دال الاسم المكتوب في آخر المذكرة هو اسم صديقه اسم صديق كاتب المذكرات أم اسم والده أم اسم الكاتب صاحب المذكرات أسمع منكم من يقول أنه محمد صاحب الذكريات أو المذكرات ها انظر إلى الأفعال والضمائر هل تدل على كتابة الكاتب ليومه الشخصي أم يوم شخص آخر الأفعال التي وردت في هذا النموذج تتحدث عن كاتب القصة إذن هي تدل على كتابة الكاتب ليومه الشخصي واو ضع خطاً تحت الأفعال والضمائر التي تؤيد رأيك ما هي الأفعال والضمائر التي أيدت هذا الكلام نجد معاً عندما نعود إلى المذكرة اليوم كان يوماً مميزاً أعاد لمن أعاد لي أحسنتم هذا يدل على هذا الرأي شريط ذكريات الطفولة فقد قابلت صديقاً قديماً اسمه خالد الفعل قابلت وقد كانت مقابلة بمحد المصادفة حين كنت من الذي كان في هذا الوقت نعم هو كاتب المذكرات أشتري الفعل أشتري يحتوي على يا المتكلم وهكذا نكمل معاً يا أصحابي هذه الضمائر والأفعال تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر